قلت للمربية بتاعت بنتها جبتلك فستان سواري جديد وهعملك ميكب وهتيجي معانا فرح ومش هسيبك في البيت زي الناس ما بتعمل مع الشغالين البلوجر أمل جاء بتعمل خير اتقلب عليها والناس كلها هجمتها البلوجر أمل سمير اللي بيطباها حوالي 5 مليون واحد على انستجرام كانت معزومة على فرح مع جوزها وبنتها وزي أي بلوجر بتوصك استعداداتها من بداية اليوم لأخره لكن المرة دي أمل ظهرت وهي شايلة بنتها ومعاها المربية بتاعتها وبتقول إن المرة دي مش هي بس اللي هتستعد للفرح وقررت تاخد المربية معاهم ومش مجرد هتكون موجودة علشان تاخد بالها من البنت الصغيرة وتعود بيها على جنب تأكلها وتهديها أمل حبت تفرحها وتحسسها إنها منهم ومش غريبة خصوصا إنها مش مصرية فجابت لها فستان زي فستانها بس بلون مختلف وخلت اللي عملوها ميكوب يعملو للمربية وقالت لها انت جاية النهاردة تتبستي وترقصي وبس ومش عاوزاك تقعودي من الانبساط وفعلا راحوا الفرح والمربية ظهر عليها هي قد إيه كانت مبسوطة وبترقص من قلبها والفرحة مش سيعاها وكل اللي في الفرح قعدوا يصوروها ويبينوا قد إيه الموضوع كان لطيف وعلى مدار اليوم أمل كانت بتصور تفاصيل كل حاجة بتحصل وعملت فيديو ونزلتوا على كل منستتها من باب إنها تشجع كل اللي عندهم حد بيساعدهم يبسطوهم من وقت للتاني لكن الحقيقة إن اللي حصل غير كده نهائي وبقت التعليقات كلها ضد أمل واللي عملته وقالولها صدقة السر أعظم من صدقة العلنة ده غير اللي الترياء وقالوا يعني انت كده طيبة قوي مش ممكن ايه الطيبة دي كلها ده انت متوضع جدا الهجوم ده خض أمل وخليها تنزل فيديو تاني والمربية مبسوطة باللي حصل وبتقول أنا كنت متحمسة جدا وبرقص من قلبي ومستني أي فرح تاني علشان أحضر وكان واضح إنها مبسوطة جدا من اليوم واللي حصل فيه أما حليم جوز أمل البلوجر دافع عمراته وقال هي اللي جات قالت لي ما تيجي نحسسها إنها زيها زي كل الناس اللي في الفرح وبدل ما تلبس بانطلون جينس ولا قميس تلبس زيها زي أي بنت في الفرح وزي ما كان فيه ردود فعل هجوم على أمل كان فيه كلام تاني بيشجعها ومنهم الناس اللي حضروا الفرح واللي عجبوهم الفكرة وقالولها إحنا كمان هنعمل كده في الأفراح اللي جاية مع المساعدين اللي معانا وناس تانية علقت بعد ما شافوا الفرحة بتاعة المربية وقالوا أنتو ناس راقية ومحترمة ومتوضعة وكفاية أنكم عملتوا خطوة زي دي فيه كتير ممكن يقلدوها من بعدكم بس يا ترى هيكون فيه رد تاني من أمل وحليم على هجوم الناس عليهم بعد اللي حصل ولا هيكتفوا بالفيديوهات اللي نزلت والست مبسوطة ومرضية من اليوم